صدق المجلس على جمعة التعيينات في المناصب العليا أولاً السيد محمد بن حسين في منصب مدير المصرح الوطني محمد الخامس على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي السيدة عواطف حيار في منصب رئيسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيد نور الدين بولك جام في منصب مدير الوكالة الحضرية لبرشيد بن سليمان وعلى مستوى وزارة الصناعة والاستثمار التجار والاقتصاد الرقمي السيد إبراهيم أرجدال في منصب مدير الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد محمد سبكي في منصب مدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني